كشف علمي جديد قد يضع نهاية لوباء كورونا الذي يؤرق العالم بانتشاره السريع وحصده أرواح ألاف البشر فقد توصل العلماء إلى أجسام مضادة يمكنها محاربة بروتين سبايك الذي يستخدمه فيروس كورونا للارتباط بالخلايا البشرية وإدخال مادته الوراثية أطلقوا عليها اسم D1147 في تقرير مختص لصحيفة دايلي ميل البريطانية يقول الباحثون المكتشفون للعلاج إن هذا الجسم المضاد لديه القدرة على تغيير مسار العدوى في الجسم المصاب أو دعم إزالة الفيروس أو حماية شخص غير مصاب من التعرض للفيروس في المختبر قام فريق البحث بحقن خلايا الفأر بمجموعة متنوعة من بروتينات سبايك لمختلف فيروسات كورونا بما في ذلك السارس وميرس ثم وجدوا أن الفئران تنتج 51 نوعا مختلفا من الأجسام المضادة لمحاربة بروتين سبايك الفيروسي والقضاء عليه هنا قام العلماء بعزل تلك الأجسام المضادة وأطلقوا عليها اسم 47D11 يرى العلماء أن هذا الكشف مذهلا كونه لا يحتاج لمتبرعين فالأجسام المضادة لا تستخرج من دم البشر المتمثلين للشفاء من كورونا وإنما تصنع معمليا بالتالي ستكون أسهل وأرخص في توفيرها المشكلة الوحيدة الآن هي أن العلاج الجديد قد يستغرق مزيدا من الوقت لإجراء تجارب سريرية على البشر من أجل تأكد من خلوه من أي أعراض جانبية ضر بالإنسان